السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوصمدي هادنهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال طريقة جديدة لجعل ذكر الالانب حامي وفحل وكذلك الزيادة في الخصوبة دياله إذا الحلقة ديال هادنهار هي بمثابة هدية في الحقيقة ديما كنحاول أن نقدم لكم هدايا في القناة ديالي يعني شي موضوع يكون بالصح يعني مهم ومهم بزاف هذا موضوع مهم بزاف يعني نهديه لجميع الأصدقاء ديالي في القناة والأوفياء اللي كيدعموني واتنسوش أيضا تدعموني بزر جام والناس اللي ما جام ما شاركوش معايا يشاركو معايا إذا الموضوع ديالنا هو أن كل مربي يعني أرانب كيبغي أنه يحسن الدخل دياله يعني كيفاش يحسن الدخل دياله يعني هي الزيادة في الإنتاج والسيادة في الإنتاج كيحتاج واحد ذكر خصو يقوم بالتلقيح كما ينبغي لكن خصو الزكار يكون يعني أنا كنسميه يكون مجنون يعني يكون يلقح في واحد طريقة مجنونة يعني خصو ميكونش خامل يعني يعني أنا قدامي هالذكرين أنا هالذكر هدا كان عصابره يعني من صغره ونحس به يعني هو باقي ما موصلش للسن ديال التلقيح ولكن كنقارنه مع هالذكر تبارك الله كنحس به يعني حيوي وممكن أنه يعطيني نتائج مزيانة لكن كينا واحد طريقة باش نجعله حتى هالذكر هذا يعني توى ناشط وممكن أنه يولي مع المدى يولي فحل يعني بفحولة وهي أن الظكر يكون يعني كي القح بواحد طريقة تكون مجنونة وهالطريقة اللي غادي نقدم لكم هي كتزيد من هورمون الذكورة اللي اسمية دياله هورمون التستستيرون وكتفرز هالطريقة هاد الهورمون بكميات كبيرة جدا مما يجعل السائل المنوي عند الذكر وفير يعني كي يقولي عنده ممكن أنه يلقح مرة وزوج وثلاثة بالتالي اسمو كيوقع الإنتاج كيزيد لأنه كما أنه خاصة تكون عندنا الأنثى يعني عندها الخصوبة ديالها عالية وقد قبل التلقيح خاصة يكون عندنا أيضا ذكر يعني عنده السائل المنوي دياله يعني موجود بغزارة وممكن أنه يعطينا واحد العدد ديال الصغار لأنه هو اللي كي يتحكم في العدد ديال الصغار يعني خاصة سائل المنوي دياله ما يكونش قليل ويكون حامي يعني خاصة يكون هو فحل حيث نقوله ذكر فحل إذن بلما نطوّع لكم هاد هاد الطريقة هي هي عبارة عن نبتة اللي هي كي يسميها الكرافس الكرافس بمجرد نهدر لكم على الكرافس شحل مواحد غادي يجاوبني في لي كومنتي غادي بولي باللي آه حقا الكرافس راح نكن سعملوها في الحريرة ولكن راها كتنفخ هي فعلا الكرافس كتنفخ ولكن راك كينا شحل من حاجة يعني ممكن أن أنك إلس عملتها يعني بكيميات كبيرة ممكن أنها تقاديك اللعبة فين كاينة يعني السر فين كاين وهو في الكيمية في الكيمية وكذلك الطريقة يعني أنا غا نوريكم الطريقة أولاً هضرب على الكرافس رمشيحنا هي بوحدنا اللي كانت سعملوه يعني الكرافس كين عند العرب كلهم يعني قال العالم العربية عندهم الكرافس وكلهم أنا بحثت وحاولت أنا أني نقلب لكم على أسماء أخرى لقيس الكرافس كين الكرافس كين الكرافس يعني قال نقوله المصريين السوريين التوانسال خوتنا جزائريين كل شي كي يقوله الكرافس آآ إحنا عين كنستعملوه الحريرة كين كين الكرافس ما كيتستعملش غير الحريرة كين عنده استعمالات أخرى دابا نهضروا على الطريقة الطريقة وهي آآ كالتالي خاص نحطو يعني آآ للأرنب أولاً ربع حزمة شي الحزمة اللي كي بيعوها يعني آآ إحنا كنقوله قبطة ديال 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 الكرافس ما تكتلوش وعطيه غير ربع آآ قبطة يعني منين تبغيه أنه يقوم بالعملية ديال التزاوج وتحسو به آآ جربته وحسيسو به يعني ناقص يعني كل نهار ما 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 يعني وخال طالبة تتلقيه هو يعني آآ راكد في واحد الجيهة وما ما بغاش يلقح يعطيه ربع آآ حزمة ديال الكرافس ولكن قبل ما تعطيه هالو وهدية السر أنها خاصة تبات في الخل ديروا واحد شوية ديال الخل وغطصوها فيه ممكن أنكم ديروا معلمة ماشي من الله بما غديروا بزاف ديال الخل وتضيعوا لا ديروا واحد الكيمية ديال الخل وحز وغطصوه آآ وديروه مع الماء وغطصوه هدك هدك الربع ممكن أنكم يعني شفوها بشفوطة ويعني سوسوها هاكا هاكا تتولي ناشفة وعطيوها الزكار ديالكم بمجرد إن شاء الله بمجرد أن غادي يكلها غادي يولي فحل وغادي يولي حامي وهد الطريقة هده يعني ديال الكرافس كونوا متأكدين راها كتستعمل آآ حتى عند الإنسان لأن الإنسان حتى هو كيكون بأخطرات كيكون يعني يعني الخصوبة دياله كبدأ تقل يعني الكرافس كيساعد هو محفز جنسي خطير يعني بالنسبة الإنسان كذلك إذن هالطريقة هده ممكن أن الدكار ديال الأناني بيلقح بعدها مرة ومرتين واحتل ثلاثة نفس الأنثى وممكن أنكم تعطيه أونثى أخرى ويلقحها كذلك وثلاثة الإنسان يعني أنا جربت تبارك الله عندي الدكار كان كيلقح يعني أونثى جوج مرات مثلاً ونعطيه أونثى وحدة أخرى كيلقحها كذلك مرة وكانت تحسبيه صافي بدكيعية كتعطيه واحد استراحة وينودعه ثاني كيلقح مرة أخرى ولكن تعطيه الثالثة أونثى وحدة أخرى صافي كي يقولك أنا يا راني عيت صافي وخا تعطيها له تكون هي قبل تلقيح ما كيكملش معها بهالطريقة هادي غير حاولوا أنكم ما تعطيهش بزاف الكرافس يعني بكميات كبيرة تتبغيوا تخدموا يعني هالطريقة تتبغيوا تخدموا فيها عملية التزاوج عديروها كأن قدية أخرى ما تعطيهش للصغر الصغر هاكا تنفخهم كي يقولون عندهم انتفاخات وكذلك ما تعطيهش للإينات تهية كتنفخهم أما بالنسبة للذكوع إلي عطيتهم يعني ربع تن نصف ديال الحزمة أو قبطة ديال الكرافس من قوعة في الخل ماء مع الخل يعني ديروها لهم مع الخل وتنشفوها مزيان يعني ليلة كاملة وتنشفوها مزيان وتنشفوها مزيان وتعطيها مستردة وإنهم متأكدين راها كتعطيه واحد النتائج يعني مرضية نادي ما كان حاول نجيب لكم شي شي نوع ديال الأدوية ولكن يكون رخيص ما كان قلبش على شي حاجة يعني ما كيناش في الأسواق أولا ولا مثلا غي سمعت بيها من شي شيها ولا لا كان حاول أنني نسمع من شي شيها ولكن هذا عبارة عن بحث ولكن انت كان جربه كان جرب عندي وكان نشوف النتائج قدام عيني وكان حاول أنني مبلورها لكم في واحد الفيديويات إذن حلقة ديالنا ديالنا رأى سهلات كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم ناسي مازال ما شاركوش معنا يشاركو معنا سوى مغاربة سوى العالم العربي كامل رأى ولا أولى قناة قناة مشهورة إن شاء الله كل شي والتي تحدث على ديديو سامدي كنشكركم بزاف وأنا راه الإشارة باش نجاوب لكم على التعاليق ديالكم لاحظوا أنني كنجاوب يوميا وتالفيديويات كندير يوميا باش إن شاء الله تكون قناة ناجحة وتزيد بالدعم ديالكم ما تنسوناش بدعم ديالكم زير جام ما تنسوش زير جام كانت شكوركم بزاف تقيوا على زير الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة شكرا ryn